لمناقشة هجرة الأطباء في العراق جراء استمرار الاعتداء على الملاكات الطبية في وقت تعمل الدول على إقرار حوافز لأطقومها الطبية في ظل جائحة كورونا ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليومي دكتور هلال مرحبا بكم يعني لجنة الصليب الأحمر الدولية تستنكر أعمال العنف ضد العاملين في القطاع الصحي لماذا هذا العنف ضد الأطقم الطبية في وقت يحتاج فيه العراق لجهد كل فرد فيهم ما سبب في ذلك دكتور بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولي قناة الراصدين ولمشاهدين قناة الرابطين ومتابعيها وتحية لكم بالخصوص على هذا الموضوع لهجرة العقول العراقية بشكل عام ولطباء بشكل خاص بعد 2003 كان هناك برنامج حقيقة تنطبق على العراق بهجرة الأطباء والعقول العراقية بشكل عامل خارجه طاغ العراق وهذا من الكوادر العلمية ومن الكوادر القيادية الطبية وأصحاب الخبرة والكفاءات وهذا الموضوع حقيقة ما بين الإكراه وما بين التهديد بالقتل وما بين الخطف والاعتقالات وما إلى ذلك أدى إلى هجرة العديد من الكفاءات العراقية والطباء الخارج العراق الذي يحصل الآن حقيقة هو أن المواطن العراقي الآن يواجه فساد شامل في كل مؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسات القيادية في وزارة الصحة ومعروف أنه الوزارة التي تعطي رواتب لمستشفيات وهمية كيف تتعامل مع كوادرها الطبية بأي لغة احترام تتعامل مع المواطن ومع الكوادر الطبية الكوادر الطبية أصبح الضحية للفراغ الأمن الكبير الذي تعيشه موضوع لا دولة في العراق واللاقانو وسيادة اللاقانون وسيادة البلطجة التي هي أصبحت السمى البارزة فيها دراق كل من يطبق قانونه الخاص كما يشاء لأنه من أمن العقاب ساء الأدب نحن نعلم بأن كل موظفين الدولة محميين بقانون لا يجوز الاعتداء على الموظف أثناء وظيفته وهذه جريمة يحاسب عليها القانون في كل دول عالم ومنها القانون العراقي الذي كان يحترم الموظف وكانت هناك المستشفيات في كل مستشفى وفي كل دائرة صحية هناك مركز شرطة أو نقطة حراسة أمنية تحمي المركز أو المستشفى وهذا معمول به في كل العراق الآن لا يتوجد هذه الحماية وإن وجدت فهي ليس أذو تأثير مهم على الحدث لكي تؤمن الحماية للموظفين وخاصة الأطباء في هذا الوقت دكتور نقابة الأطباء في العراق تطالب بمحاكمة المعتدين على الأطباء وبالتالي يجب عليها أن تطبق القوانين لماذا لم تتحرك الحكومة لحماية الأطقم الطبية ما السبب في ذلك ومن الذي سيقوم بتحريف الدعوة القضائية على هؤلاء المعتدين على الأطباء هذا هو السؤال ألي أن قابت لطباء أولو الطبيب نفسه الجانب الثاني هو أين القضاء يعني العملية مترابطة ما بين الفساد القضاء وما بين الفساد الجهاز الإداري في وضعات الصحة وما بين الفساد الذي يعم كل مفاصل الدولة العراقية إذن هناك فراغ أمني وهناك ناس حوق القانون وهناك دولة عميقة تتحكم في كل شيء في العراق وأي شخص يعتدي الآن على أي موظف أو أي مواطن وهو من الميليشيات أو مدعوم من الأحزاب أو مدعوم من الكتل السياسية أو مدعوم من الشخصيات التي أتت بعد الاحتلال وأصبح لها ميليشيات تحميها وسياسة لكل فرد له عصابة أعتقد أن هنا نقف الجميع أمام موضوع غياب السلطة القانون ولا يمكن أن يطبق القانون على الذين اعتدوا ليست على الأطباء الذين اعتدوا على المواطنين في الشوارع الذين يعتدون على المتظاهرين العزل الذين يقتلون بالكواتم الصوت إذن نحن أمام حالة من الاشتري في عمليات الاعتذاء يقابل غياب للقانون فساد القضاء أو غياب القضاء تماما قضاء عاجز عن أن يأخذ دوره لا توجد هناك جهات حتى في نقابة الأطباء من تقوم بتحريك دعاوى قضائية وتصر عليها وتكشف الفاسدين الذين يتسترون على المجرمين الذين اعتدوا على الأطباء ولاحظنا بشكل مهين أنه يتم الاتداء على مدير المستشفى وعلى طبيب وعلى صيدلي يقوم بواجبه في وضع نحن بأمس الحاجة بخدمات هؤلاء الناس الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يقدموا خدمة للمواطن هذا هو جزاء الطبيفة بالتالي التفكير الطبيب بأن يبحث عن بيئة آمنة له ولعائلته ولعمله ويحترى في كل دول عالم في هذا البلد هذا السبب الذي يدفع الكثيرين بالتفكير بالخروج من العراق وهذه كارثة ما بعدها كارثة بأن هجرة العقول تسبب تدمير شامل وتجهيل متعمد للشعب العراقي تتحمله الحكومة العراقية تتحمله الجهات المسؤولة في العراق التي هي من تنشر هذا الفساد يتحمله الغياب للقضاء العراقي يتحمله الجهل الذي يعم بين الناس في هذه الظروف الحرجة بأنه عندما تفرغ المستشفيات من الطباء ويفرغ الولد من كوادره ما هو البديل؟ البديل هو التضغيل والتجهيل وضعاف النفوس الذين يستغلون المواطن الذي بات حائرا ما بين وزارة الصحة التي بعيدة كل البعد عن الميدان الطبي وعن المهنية في التعامل مع الأطباء وما بين الطبيب يتعرض إلى الاعتداء اليومي ولا يأمن على حياته فهذه المفارقة حقيقة لم تحجف إلا في العراق من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي شكرا جزيلا لكم